أعلن الدكتور أحمد عماد الدين رادي وزير الصحة والسكان طرح عقار دي كلينزا المصري المعالد لفيروس سي بدءا من العام الجديد وبسعر 75 جنيها للعبوة الواحدة وأشار وزير الصحة إلى أن عقار دي كلينزا المستورد يبلغ سعره 1315 جنيها موضحا أن عقار السوفلدية المحلي يباح حاليا بسعر 600 جنيه في مراكز الكبد بعد أن كان العقار المستورد منه يبلغ سعره 2100 جنيه في مراكز الكبد التابعة للوزارة وأكد وزير الصحة والسكان انخفاض سعر جرعة العلاد المكونة من السوفلدية المصري والدكتلانزا المصري ليصبح بسعر 2325 جنيها بدلا من 6045 جنيها بنسبة انخفاض قدرها 62%